تفقد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم إحدى المدارس العدادية بمناسبة بدء الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثالث الاعدادي حيث زار عددا من لجان هذه الامتحانات واطمأن على سيرها بالصورة المطلوبة تأتي هذه الزيارة من باب ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بهذه الامتحانات التي تنفذها منذ سنوات بالتعاون مع هيئة جودة التعليم والتدريب ضمن مبادرة المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب إذ تستفيد الوزارة من نتائج هذه الامتحانات إضافة إلى نتائج الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم في تقييم وتطوير جهودها على صعيد إعداد المناهج واستراتيجية التدريس وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين وذلك بهدف الارتقاء بمخرجات التعليم تشهد مزارس وزارة التربية والتعليم المرحلة الإعدادية تنفيذ الاختبارات الوطنية وقد أولت وزارة التربية والتعليم هذا النوع من البرامج أهمية كبيرة انطلاقا من التزامها بالمبادرات وبرامج المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الهدف من ذلك هو الاطلاع ومعرفة مستوى الطلبة وأيضا القيام بخطوات على ضوء النتائج ومن ضمنها سواء كانت على صعيد المناهج أو على صعيد إعداد المعلمين أو تقديم أيضا بعض البرامج التي تهدف إلى تعزيز قدرات أبناء الطلبة إن وزارة التربية والتعليم حريصة بشكل مستمر على متابعة تقييم والمشاركة في الاختبارات سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي مثل اختبارات التمس وغيرها للوقوف بشكل واضح على الوضع الحقيقي لمستوى الطلبة وقيام بخطوات على صعيد تدريب المعلمين وأيضا تطوير مناهجها لأننا ننظر إلى هذا التقييم هو هدف أساسي لكي نتقدم دائما إلى الأمام إن التعليم هو عملية إنسانية تحتاج دائما إلى خبرات تراكمية والعمل وفق خطط موضوعة تاخذ وقت ولكن التحضير لها مهم جدا للوصول إلى الأهداف المنشورة طبعا في سبيل أن الطلبة يقدمون أفضل ما عندهم في الامتحانات الوطنية كان لابد من أن نأتني بالجانب الإعلامي سواء كان لأولياء الأمور أو للطلبة أو للمعلمين أيضا كان بالنسبة لأولياء الأمور كانت هناك لقاءات تربوية آخر وهو لقاء نجوم التميز تضيع الوطن الذي تم فيه عرض أهمية أن يقوم أولياء الأمور بواجبهم في متابعة أبنائهم وكذلك هناك نشرات وتعاميم أخرى تم إرسالها لأولياء الأمور بهذا الشأن في سبيل أن يقف الطالب على مسؤولياته أمام الامتحانات الوطنية في أن ينجز أفضل ما لديه أيضا كان لابد من أن نقوم باجتماعات كبيرة مع الطلبة آخرها كان مع المتميزين وسبقها أيضا لقاء مع طلبة الثالث الإعدادي لوحدهم في الصالة الرياضية المعلمون أيضا معلمو الثالث الإعدادي تم أيضا تزويدهم بإطار كبير من التعريف بأهمية أن تكون المدرسة في هذا العام في أفضل ما تستطيع أن تقدمه بالمسبة لإمتحانات الوطنية لتحصيل الدرجات الأفضل المترجم للقناة